بسم الله الرحمن الرحيم زواج التجربة إن الزواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه وميثاق سماه الله سبحانه ميثاقا غليظا ومنظومة متكاملة تحفظ حقوق الرجل والمرأة وبقاء زواجهما وسعادتهما ومن أهم دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نية الديمومة والاستمرار والتحمل الكامل لمسؤولياته كافة لا أن يقوم على التأقيد وقصد المتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة وإن سمياه مهرا دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسؤوليات وأبناء وبنات وعلى الجانب الآخر كافل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد الحرين البالغين العاقلين الرشيدين حق انتهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العشرة بينهما دفعا لضرر محقق لا يحتمل مثله عادة وجعل حل هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطلاق أو الزوجة عن طريق الخلع أو القاضي عند الترافع إليه لرفع الضرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشرعية أما عن صورة عقد الزواج المسمى بزواج التجربة فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام وتتصادم مع أحكامه ومقاصده إضافة إلى ما فيها من امتهان للمرأة وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع فزواج التجربة كما قرره مبتدعوه هو زواج محظور فيه على كل الزوجين حله بطلاق من الزواج أو خلع من الزوجة أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر على أن يكون ذلك شرطا مضمنا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفا ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في حين اختار بعض المتحمسين لهذا الزواج أو إن شئت قلت لهذا الابتداع أن ينتهي عقده بانتهاء المدة المقررة ليضاف بهذا إلى جوار شرط حظر الطلاق شرط آخر هو التأقيد وعلى أي حال فإن هذا الزواج في الشرع الشريف يندرج تحت مسمى الزواج المشروط والشروط في عقد الزواج على ثلاثة أقسام نمر واحد شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها وهي تلك الشروط التي لا تعارض بينها وبين مقتضيات عقد الزواج كاشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من دارها وأن لا يسافر بها فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يطالب زوجه بها بل ويسوّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج نمر اثنين شروط باطلة في ذاتها ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اجتمل عليها وهي الشروط المنافية لعقد الزواج ومقتضياته أو التي تسقط حقا واجبا به كاشتراط الرجل ألا يعطي المرأة مهرا وأن لا يكون لها نفقة أو كاشتراط المرأة ألا يطأها زوجها فكل هذه شروط باطلة لكونها تحرم حلالا أو تقيده لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تعد شيئا مع الحكم بصحة عقد الزواج لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما أخرجه الإمام الترمزي ولقوله صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق رواه البخاري ومسلم وشرط حضر حل عقدة النكاح لمدة أيام أو أعوام من جملة هذه الشروط الباطلة فقد أعطى الشرع الشريف الزوجة والزوجة حق حل عقد الزواج إن وجد سبب معتبر يدعو إليه ويوقع الضرر على أحد طرفيه وإن اشترت الزوج على نفسه عدم طلاق زوجته مدة من الزمان ثم طلقها في المدة كان الطلاق واقعا وكذا الزوجة إن طلبت طلاق نفسها أو رفعت أمرها للقاضي فطلقت قبل انتهاء المدة المشترطة نمرة ثلاثة شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اجتمل عليها بالبطلان كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددا بوقت إذ هو بهذا يعد دواج متعة مؤقت باطل ومحرم فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر متفق عليه وعن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه أخرجه الإمام مسلم وجدير بالذكر أن شريعة الإسلام قد اتسمت بالمرونة والواقعية ومناسبة أحوال الناس ففي الوقت الذي عظمت فيه من شأن رابطة الزواج ودعت إلى تقويتها ونسجت منظومة كاملة لحمايتها ووقايتها لم تحرم الإنفصال إن وجد سبب حقيقي يدعو إليه مع إعطاء الزوجين الفرصة تلو الفرصة من خلال تشريع العدة والرجعة مما يجعل حظر الإنفصال افتئاتا على حق الزوجين في اختيار الأنسب لحياتهما التي من سنتها التغير والتبدل للأحسن أو للسيء وإن كثرة وقوع الطلاق في سنين الزواج الأولى لا يعالج بحظر الإنفصال وتحريم الطلاق إنما يواجه بالوعي والمعرفة وتنمية المهارات لدى الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج ليعرفوا قدره ومعناه وليعرفوا حدود الله فيه وواجباته ومسؤولياته وأحكامه وكيفية اختيار شريك الحياة والتعامل الأمثل معه ومع النفس وحدود تدخل الأهل في الحياة الزوجية وكيفية تجاوز عقبات الحياة وكيف يتعامل مع مشكلاتها وكيفية تحقيق السعادة نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والقبول والإخلاص وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين